تعد العلاقات المصرية السعودية نموذجا في التأخي والتعاون بين الدول إذ يستند التعاون بينهما إلى إيمان راسخ لقيادتي البلدين بأن الرؤية واحدة وأن المصير مشترك وعلى الصعيد العربي تؤكد الخبرة التاريخية أن القاهرة والرياض هما قطبة العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي الزميل رجاء رمزي يستعرض معنا أبرز محطات تلك العلاقات أهلا بكم علاقة فريدة ما بين مصر والسعودية تعد نموذجا في التأخي والتعاون ما بين الدول ومثالا حيا على وحدة المسار والمصير في مواجهة الأخطار والتحديات ليس التي تهدد البلدين فحسب وإنما محيطهما العربي والإقليمي على حد سواء مسيرة تستند على إيمان راسخ لقيادتي البلدين منذ بداية العلاقات وحتى الآن بأن الرؤية وحدة وأن المصير مشترك وأن التعاون في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والثقافية فرض عين لصالح الشعبين المصري والسعودي والعربي أجمعين وما يمنحه العلاقات المصرية السعودية هذا الزخم الكبير هو تلك المكان الكبير أهلك ليهما في العالمين العربي والإسلامي فعلى الصعيد العربي تؤكد الخبرة التاريخية القاهرة والرياض هما قطبة العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي وعليهما يقع العب الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج قيادة البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز عمل كذلك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق المصري السعودي الذي وقع عشرات الاتفاقيات ما بين البلدين كان أحدثها خلال الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تضمنت صفقات واتفاقيات استثمارية تجارية ضخمة بلغت ثماني مليارات دولار كما تم الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار إذن هي اتفاقيات تعزز ما يجمع ما بين مصر والسعودية من علاقات اقتصادية متينة حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال الفترة من 2016 2021 حوالي 47.7 مليار دولار وتتواجد بمصر أكثر من 6000 شركة سعودية مقابل نحو 800 علامة تجارية وشركة مصرية بالأسواق السعودية ويأتي مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي درة التاج لتعاون القاهرة والرياض حيث يسهم عند تشغيله في تعزيز تقرار الشبكات الكهربائية السعودية وأيضا الاستفادة المثلة من قدرات توليد الطاقة في مصر كما تمكن البلدين من تحقيق المستهدفات الخاصة بدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء العلاقات ما بين مصر والسعودية ليست فقط علاقات دبلوماسية وتعاون تجاري بل هي علاقات تآخن ما بين الشعبين انطهر معا يكون وجدان الشخصية العربية بموروثاتهما وطموحاتهما نحو غد أفضل ولعل خير دليل على ذلك بتواجد حوالي 2.5 مليون مصري يعملون بالأراضي السعودية يساهمون في الاقتصاد السعودي وأيضا تطوره وبقوة إذن هي خصوصية استراتيجية تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر